وهنا نحن بأن قائد يصبه ولا أمامنا وغير السعر أولاً من حقيقة أي حد في قانون الجهوب بل نحن يختلف معنا في أي طريق مرة أخرى لا يوجد أي مشكلة خاصة من الاختلاف ولكن هنا مشكلة في نحن الإختلاف يكون هناك رجل والأدب يوجد أدب على الاختلاف يوجد أدب عن أجل الله لأنكر أي شيء الأفضل من وجهة نظرها فيه ناس بتختلف عشان فعلاً حابة يكون الجوب أفضل وأفضل وفيه ناس بتختلف عشان قسم التالي كتير ومش كويس يعني فيه ناس بتختلف عشان هي أصلاً مديم الجوب ولكن هي بتقدم النقد في شكل أو الحسد اللي هي تكونوا في صدورها يعني في شكل نصيحة ده في الظريونينا وإحنا طبعاً مش بنشكت فنية أي حد طبعاً نحب بكل لكن طبعاً يكون الموضوع في انطراق الأدب ليس أكثر من ذلك هو ما نطلبه يعني لما لاحقاً حد يشتم بالأم والأب وده حاجة مش بقولوكو حاجة من الهو ده واقع اتعرضنا له إنه الشخص أحيان بيشتم بالأم والأب ويوجدنا لسنا الصراحة يعني في منتهى حاجات زعة صراحة يعني لكن ما علينا يعني حاجات دي كلها تقصر فينا خلص خلناً أقولوكو بداياتاً إن الجروب حينا من ناس عفعنا وما يكونش زائي جروب أي حد بنشوف أي حاجة خلاص حبينا إن الجروب يكون لي قانين بتضبط الجميع بتحفز علينا صحلة أما للأعضاء ما يكونش حد يدخل يستغل لحد عايزين نحفز على شعار الجروب ألا وهو خير الناس أنفهم من الناس وعايستنجاح ساعد غيرا كينجاح عايزين نحفز على الشعارين دول ما يكونش مجرات شعار بناخدها وخلاص ومش بنسع لحنا نحققها لكن فعلاً عايزين نحفز علينا فعشين كده حاطين شوائق قانين من وجهة نظرنا هي الصح ومش بنتكلم اللي احنا الصحي في كل حاجة ولكن احنا من خلال خبرتنا في المجال شايفين إزاي ممكن الناس الجديدة وخاصة الجديدة اللي في المجال بيتم استيادهم بشكل مش كويس بيتعرضوا لنوع من أنواع السركة الفكرية والسركة حتى المادية أن الشخص ممكن يقدمون حاجة وفي ظاهرة اللي هو فعلاً عايز مستيادهم ولكن في باطنها هو بيجيبه بيجيبه ليس كريسة بيجيبه طرق ملطوية وطرق كتيرة وما أقصرها يعني إن الشخص ممكن يقدم حاجة هي في ظاهرة هي حاجة ما نفعل في البطن هو أصلاً عايز الانجلج منت يبقى عند عالي والناس تعملوا لايكس والناس تخش تجيبوا مشاهدات على الفيديو وكذا ممكن هم منعين الشير مش بنقول لك كل الحاجات اللي هم نعملها هي الصحة من هورية نظرنا حتى عندهم نظر تانية مختلفة أهلاً بها وسهلاً نتكلم في انطاق الأدب والاحترام ويقدم نصيحته مش عايزين أكثر من اللي احنا فعلاً نتعلم ثقافة الاختلاف نيس أكثر يعني واحد يقدم النصيحة واحد يقدمها بأدب واحترام واحنا نتقبلها جداً احنا شايفين فعلاً فيها المصلحة Punkte ون أكون هنا مبجد حسنً مستخبير Akbar الحسنة حسنًا إحنا نصي ficouعليص مع الناس مثلاً ان اصبرك إسام ازيك ربنا يكرمك يا إسلام أنت منص المحتمل فعلا أنا واحد يعني تشرف بيها في الإفنت بتاع إسكندرية هاني بيقول لي إزاي يعني تحضر الدون سوشيال ميديا أنت موجود معنا هي يعني والدي اللي أنت بتعلق معنا على الفيديو إحنا الفغرين بجاء إسلام بجد يعني ربنا يكرمك خليل أقول لكم قانون الجروب فعلا هي قانون في ظاهرة هي صريمة ولكن والله هي يعني 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 بسه وتعالى مفيش فيها أدنى مصلحة ولا أي حد من الـ Admin's أو الناس اللي هي بتدير الجروب أو المشرفين في الجروب كلها فعلا عشان تحفظ عليكم إنتم عشان محدش بك يجي يسرقك ولا حد ينصب عليكم وكترد كتير جدا منعين موضوع معاملات التجارية عشان خطر بيبقى فيها نصبة وسرقة كتير جدا مش هكوش رفت تفاصيل بس أنا بتديره كده يا ربنا يعني في الموضوع الشير من الجروبات أو الصفحات أو البروفيل أو القناة أو الموقع منعينه خالص حاجات كتيرة منعينها طبعا التطول في الألفاظ منعينه عايزين نحفظ فعلا على كل واحد في الساعة الثانية فعلا بلا مقابل ودي حاجة مهمة جدا ودي حاجة هفكرة أثرت في تاريخ الجروب وأثرت في نصاره وفارقت معانا كتير جدا وناس كتيرة جدا بتقابلني أو بتكلمني أو بتبعاد لرسال فعلا بتبقى حاجة كويسة جدا حاجة بتدل اللي فعلا الجروب أثرت في فكر الناس مش بس في المواقف اللي بياخدوها لأ ده كفكرة حتى اللي انت مش كل حاجة أعرفها أخلىها نفسي مثلا يعني خلاص لأ فعلا الجروب أثرت في ناس كتيرة جدا وناس كتيرة أنا كنت بشوف بستات ومنشنز كتير بتجيلي ما شاء الله حاجة يعني تفرح إن الجروب غير فكر ناس كتيرة ناس كتيرة في المجال المعلومة اللي عرفها بالنسبله هي حاجة إيه؟ توب سيكرت كده ما يقول لها حاجة لحد لأ ده بفلوس ما يفعش أقول لها حاجة لحد لا يفعش حاجة لسألني أجاوب أجاوبوا كده بسهولة ولكن فعلا من خلال مساعدتنا والروح اللي في الجروب فده فعلا بدأت نشوفها قانون الجروب هي في الأول في الأخر معمولة عشان تحواز على الناس أي حد بيتحظر في الجروب بيكون خلف قانون من القانون ديت أو بند من القانون ديت ممكن هو أصلا في آخر يجع يقول أنا أصلا مخلفتش وحتى لوكات أنت ممكن أن تكونش فاهمها فعشان كانت عملت حاجة فمما استدعت أن أنت تتحظر من الجروب في أكثر من ألف وسبعمل واحد محظوين أو ألف وثمانون واحد محظوين من الجروب نحن بنا بسوطين وحد نحظر حد ولاه إطلاقا 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 لأننا فعلا نفسين 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 نخدم كل الناس ونخدم كل الناس لكن المشكلة في ان يجب ان يتم الحظر يتم لان ان تتبوز الناس في حتة ثانية فمن هدفنا سنحفظ على الاعضاء فلما انت بتعمل غلط احنا مكون زعلين بس انت لازم تاخد حظر ويما نبهنا كثير جدا 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 يا جماعة ممنوع المعاملات التجارية يا جماعة كورو قانون الجروب يا جماعة ممنوع الشير يا جماعة ممنوع كذا يا جماعة ممنوع الدار التجمعات كل ده عشان نحفظ على الناس مش اكتر انا انا مش اخسر حاجة او احنا كمشرفين او مسؤولين في الجروب احنا مش نخسر اي حاجة لما حد يقوم حط بسط في الجروب كده ويقوم وايح جمع ما تجري الجمع واحد جمع طبعا انا هادفع فلوس من الجيه مثلا هاخسر حاجة هاتعف حاجة انت اللي هتوح وانت اللي هتتجمع وانت اللي اخر ممكن تفاجأ ان الشخص ده بيستغل لك بدون اي ما انت واخد بالك طب نفترض مثلا هادفع لجي هو انت بتحكم عنوان الناس طب انت ايش اعرف ان الشخص ده يستغل لنا صح فانا انا بحكمش عنوان الناس بس انا بحكم في الامو من خلال خيبه قبل كده ان فيه ممكن شخص يستغل لك طب انا انا اعرف ان الشخص ده بالنسبة 100% مش هيستغلك جميل؟ خلص همنعه مخدولي عشان ما يجي الشخص بعد كده انا مش عارف هيستغلك او مش هستغلك ولما اجي منعه بيقول لي طب اشمعنا فلان حتى انا سيبت البوستر ومساحت البوستر فانفكرة يا جماعة مش حتي اتقسة الزن انا اريد الحلو والوحش انا ما عرفش الحلو والوحش وعلى عرف الحلو النسبة 100% انا ما عرفش الوحش برده فالتاخل هلاقي واحد يقول لي شمعنا سيبت ده وعملت ده ونخش في سكتة تانية خالص فمن البداية احنا منعين الموضوع ده تماما 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 كتير جدا نبهنا جماعة الالتزام بيقوانينجوب بقوانين الجهوب يا جماعة الالتزام بقوانين الجهوب ليه؟ عشان نحافظ على الأعضاء عشان نحافظ على الناس وهي كذا لدرجة والله انه في ناس كتيرا متعرفش اللحنة اي حد الوقت بيبعد انضمام الجهوب بيظهروا ثلاث اسئلة عايز انضم سوشال ميديا وليه؟ عرفت سوشال ميديا ومنين؟ والسؤال الثالث والأهم هو مش السؤال اوعدني انك تلتزم بقوانين الجهوب حتى اقول له احد من انك تلتزم بقوانين الجهوب او هتقرأ قوانين الجهوب و هتلتزم بها عشان اقول له اللي انت اول ما تخش و احنا كادمنز نوافق على الانضمام الجهوب اول حاجة تلتققها قوانين الجهوب في البوست المثبت عشان بعد كده ما تجيش تعمل مخالفة وتتحذق وانا خايف عليك انا مش حاجة احذرك ولا حد من المشرفين عايزين يحذرك بس انت لو عملت مخالفة هتتحذق لانه هو ده يعني اي رد فعلي طبيعي لفعلك اللي احنا بقول يا جماعة اي حد هتخذر القوان دي هيتحاصر به عشان نحافظ عبقية الناس كتير جدا منزل بوست وبلفت نظر للناس اللي انا منوعة كذا وكذا وكذا اللي انا البوست ده مخالف محدش يعني كذا مش عارف ايه فيه ناس زي كده ايه ممكن ما يكونش خاد باله من القوانين جهوب ممكن ما يكونش ما يعرفش الموضوع ده مخالف ممكن حاجات كتير بس لا في الاخر انا نبهت اكتر ممرة عملت اي حدي بعد ان امام الجروب اللي احنا بنقول له لو عايدنا ان اكتر القوانين في البصل المثبت بعمل حاجات كتير عشان خاطر في الاخر يعني اخدت كل صبل اللي انا ابدأ الف نظر للناس اللي نتقى الجروب ده لك هون الجماعة اي حد يخليفها بيتحظر فبلاش 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 حد يخليف القوانين عشان خاطر بعد كده ما يتعادش الحظ وده شيء بيحزننا مش احنا مش بنوعه فرحانين الحاجة الهام اللي احنا جماعا الجروب فيه اكتر من 4500 وواحد طبيعي انا ما عرفش ال 4500 وواحد لحد المسؤول بيها في 4500 وواحد الجروب بيجلو ناس من كل حتة انا في السؤال بتاعرف استوشا مدير وبنين بشوف عجب عجب في الاسئلة يعني عن طريق حد روشحولي مش عارف في افرنت مش عارف الدكتور بتاع روشحولي في الجامعة مش عارف مين في جروب في برا مصري مش عارف روشحولنا كان فيه حد بيسأل في الجروب تاني عن مشكلة فرحانين يعني اجروبه كتير الشاهد اللي احنا فيه ناس بيجلنا من بعيد من حتة غريبة ومن ماضي كتير فاحنا اكتر ما نعرفش ال 4500 وواحد بقى اكتر لكم نحنا ما عندناش اي خصومة شخصية مع اي حد يعني الشخص بتحصل ده مش مثلا حاجة في نفسي تجاهه فأقوم تحصله كده بمزاجي انا فيه ناس في الجروب بتشتم وبتقل ادابها ورغم كده معي انا شخصيا مش بحب اخذ رد فعل معي عشان فاطر ما افتريش الموضوع خصومه شخصيا وبتصدق يعني بالشتمة دية وبقول خلاص سيدي واعديها ومش عادتها بس لو هو عمل موضوع ده مع حد تاني انا باحظره فورا على طول ما فيش تفاهم بس مش بحول لنا لو عمل حاجة معي انا باعديه ومش بعلق عليه عشان ما يحسش بخصومه شخصية فأحنا ما عندناش اي مشكلة مع اي حد اطلاقا يعني اللي عايز يري ويفدي الناس ويستفيد من الجروب يعني فوق دماغنا طبعا بس اللي بييجي بقى و اللي عايز بقى يعمل بلبلة ويعمل قلق ومش عادف ايه وينشوا السؤال خمسين مرة ومش عادف كله ومش عادف كله وسؤال يكتبوه بعد دقيقة يحميلي عشرين كومنت اقب 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 ومش عادف اي قبل الناس اللي صلع فيها دي نس كتير طلع في حاجة اقب اقب دي مش عادف ومش عادف ايه حاجات غريبة كده واحد باود وشوفها انا خمس مرة سأل في الجروب مش عادف السؤال ده انا عندي بيتج وعايز ابحها ويوم راح جالي السؤال بشكل تاني يا جماعة ولو فيه حد صاحبي عنده بيتج فيها مش عادف ايه لو تجي تتبع تتبع بكام مش عادف ايه ايه تتعامن معه ايه بيتج فيها متخصف لنا وبعد عليه حد يقول دفلان ده كانت متخل معاه بنصفحة وبعتمون الفلوس ليس عادف كانت العامل عادف مش عادف ايه وشلني مش عادف ايه وما دخنيش ودخني وشلني وخد الفلوس ومش عادف قصص وحصاقه وحراد ردا نحن منعا اللي نحن نحوش في الاسراء، ونحن منعا اللي نحن نحوش في السراء ده خلص ونحن نحن نحوش في مرضى هذا تماما حجز ان مضوع التجار ده سبق بيع وشغار كله ونحن مقافلينه وخالص خالص خالص حافظان عليكم انتم يا جماع اللي اول ناس بتتضعوا مرضى ده في بعض الناس ساعات بتستنكر اللي احنا ليه شلنا البست اللي كان فيه واحد بيمل دعوه يجمع الناس في مكان ويتعلمهم بعض الوشيال ميديا مانا ما تعرفش هتروح إلا يا صلى ما تعرفش هتروح لعكالي يقولك ده أول سيشان ده بلال بعد كده هتدفع مش عارف 50 جنيه في السيشان و 60 جنيه و 100 جنيه لعكالي مش عارف فترة التدريب مجاني بقى هتفوق مش عارف كم ألف جنيه وتروح ولا هتلاقي اي حدق بالكلام ده كله حاجاز ده كده كثير وإحنا عزرين الناس اللي هي لسه مبتدئة وبتجري اللي هي تتعلم من اي حاجة واي حد بلا اي حاجة فبتصدقها ده لكو عزرين بس احنا عشان عدنا بالمراحل ده وشايفين الدنيا زي بتبقى ماشية والقصص دي ممكن اي حد يتنصب عليه زي فاحنا منعان الكنان ده خالص ده كده كان يعني كان لايف سريع كده كان عن موضوع قوانين الجروب كنت وعدتوك قبل كان انا هتلالله فاشروح للناس موضوع القوانين ده وموضوع اسباب الحظ وكده حاجة مهمة بشان الواحد اللي بحظر بلاي ناس كلها بترجيل لنا اللوم ويكان انا مثلا اجرامت وحاجة زي كده يعني انا في الجروب في كذا ادمنز حتى لو يعني احنا كلنا ممكن التفقين اللي كلنا لازم نلتزم بالجروب بالقوانين ديت واي حد بيحظرها اي حد بيخالفها فاحنا دايما بنحظر لانه كده خالف السياسة اللي احنا نشيين بها محمد بيقول لو سمحت ربع السؤال بتاعي الاكون انت عندي فيه تفاعل كويس وفره كتير بس من اسبوع لانما كان فيه ده حظر فيسبوك البوستات ما بقيتش اتزار المتابعين والتفاعل قل للنصص ممكن اعرف حل المشكلة ديت والله المشكلة ديت يا محمد مش عندك انت بس انا لاحظت اللي فيه كذا حد بيشتك الموضوع ده الحال انك تزبر شوية للموضوع ده فضل موجود كده يعني التفاعل الوائع ده فيه ناس لايك يعني مثلا كان بيجي لها بالمئة لايك وانتين لايك لايك واحد الفعلا التحدثات لما بتحصل احيانا فيه دربات بتحصل بعد تحدثات ديات فالحال انك تزبر شوية مثلا اسبوع كمان لو فضل الحال زي كده فانت طبيعي لازم ترسل فيسبوك هناك مشكلات كده مالهاش حل غير انك ترسل فيسبوك يعني مثلا ما يفعش قال لي خوش شامل 1 2 3 مالهاش حاجة هي مالهاش حل حلها الوحيدة انك تبعت لهم للدعم بتاع فيسبوك وهم هربوط ضعليك بالحل مالهاش حل تاني مشكلة زي دي كده انت لو فضل الموضوع كده كان اكتونت متفاعل كبير جدا والتفاعل قلي جدا بالنسبة ملحوظة خالص فطبيعي انك لازم ترسل فيسبوك وتقولهم عن المشكلة تيت و هايبدأ يشوف اين المشكلة بالضبط ما يبضيح لها لك او محمد كان بيقوله بيعدل 1000 لايك دلوقت سلطمائي بالكترون سلطمائي بعدين سكرينشوت المشكلة اعرفيك بعض سلطمائي بشوحش لكن لو انت كنت متعود على البروثاري الالف مش بيقلي عن الف خالص من فترة طويلة من فترة طويلة من فترة طويلة من فترة طويلة احيان ممكن فيه دعم اي حد بيغسل من خلاله ده وفيه دعم الخاص بتاع البيزنس ده اكاونت يعني انت عندك بيزنس اكاونت وحساب اعلاني فبيتكسرهم وحطهم مطر التليفون بتاعك بيتصل بك خلال 24 ساعة او 48 ساعة يعني قبل كان 24 ساعة بس بدأ يبقى عليهم مبود كده او حاجات زي كده فبدأوا اللي هم ما يتأخروا شواء في ردة احيانا 48 ساعة او 72 ساعة احيانا ممكن ثم بك كتير بيتصل بك من التليفون وممكن يحللك في وقتها وممكن لهم يبقى علي الفريق المختص وبيحلك المشكلة ديت يعني ويرض عليك بعد كده بالرد بتاع الفريق ده فهي حلهم يا محمد انك ترسل فريق الدعم وهم هيرض عليك ان شاء الله ويقول لك فين المشكلة واني الحال ده كان ليف سريع كده معاكو فيه عشان اوضحلكوا القوانين بتاع الجور واسباب الحظ والناس بتيجي تقولي انا اتحذرت ايه ومعملناش اي حاجة خلفه وهو مش عارف ما نزلتش اصلا بست من اول ما اشتركت انا داخل اتابع واتحذرت احيان بقى فيه مبارغة انا معاكو احيان الناس صدقاء مش بنعف نفسنا من خطأ بس احنا يعني بنتحرق اقصى درجات ضبط النفس واقصى درجات او اقصى صبل اللي احنا فعلا منعاش في اي مشكلة او اي خطأ مع الناس عشان نبقى ماشيين بشكل سليم احنا بشر ممكن يكون فيه خطأ او اي حاجة اي مشكلة اطلاقا اطلاقا احنا حد يقدمنا نصائع وحدي يقولن انتو غلط وحدي يقولن انتو مفيش اي مشكلة خالص وحدي يقولن انتو مفيش اي مشكلة خالص لكن فعلا هي المشكلة كلها بس في طريقة العرض وشكل الطلب وان فعلا عايزين كلنا المخصصة العامة محدش لأي مصلحة شخصية هذا كان نائف سريعon درجاتك وعشان خطأ علي قد درجاتك قبل كده محوري ازمعان تلال هتقريبون ولكن احد يبقى عنده ذق في الوقت كده واليف تزمة كده جدا جدا لقيت الفرصة الوقت لنا اطلع الدرجات معكم فيها وأتمنى ان اكون ادعين وضحت بعض الامور الخاصة بموضوع القوانين وكلام الدرجات وأتمنى ان لا يكونش فيه حد بدى شايلل في قلبه وشأن احنا اللي اتنين نحن في القفل الأخير إخوات قبل أي شيء إحنا إخوات في الله يعني ما فيش أي مشكلة خاصة مش عزين من أي حد أي حاجة ولا فيه مطلق شخص بناس علوه ولا داخلين انتخابات ولا هتوش على الجائس ولا هتوش على مجلس الشعب ولا فيه أي حاجة في أي حاجة إحنا فعلا عمليه الجوب في الأول إخلاء عشان يساعد الناس وإن الجوب فعلا يبقى حاجة مميزة جداً في تاريخ أي حد وأي حد عايز يتعلم فعلا يلاقي مادك وريسة وحد يدري ساعده اللي هو يتعلم فما فيش أي حاجة شخصية بيننا وبين أي حد فأتمنى انتو تستفيدوا من الجوب دايما تحافظوا عليه أي حد يشوف أي حاجة مخالفة يعمل عليها بلاغ ونحن نتعامل معها حسب الحالة لو فيه بوست كان مخالف يعني بشكل فجف يعني ممكن بنحذر الشخص فيه أحيانا بنحذره فيه أحيانا بمسح البوست بس فيه كذا طريقة للتعامل يعني مع المخالفة فأنا أتمنى انتو تحافظوا على الجروب وأي حد يشوف أي حاجة مخالفة يبلغ عنها وأتمنى دايما انتو تنشروا حاجات مفيدة للناس وأي حد عايز أي حاجة تاني يجربوا بس أتمنى تكونوا استفدتوا وان شاء الله نلتقي دايما على الخير ونقدم اللي فيه الخير ليكم وانتو تقدموا لنا اللي فيه الخير لينا برضو وتدعو لنا ربنا سبحانه وتعالى اللي حنستمر ونبقى دايما عند حصن ظنوكو وأنا سعيد جدا ان طلعت معاك ويعني الفترة دية تقريبا طلعتها مراتين ومفروض لمحمد عبدالفتاح وحسينها يطلعوا كمان شوية يتكلموا معكم في موضوع مهم جدا وهو موضوع جوجل ات وازاي تعتمد على نفسك في التعلم وهل فيه تعارض ما بين جوجل ات وما بين عايز تنجح تعد راكينج ومحادي يقول لي مثلا واش انت بتقوله عايز تنجح تعد راكينج احتوان عدا سألك سؤال وما تقولوش جوجل ات هل فيه تعارض بين الاتنين وإيه ده وإيه ده وإيه شعارنا وليه بنقول جوجل ات والواحد دايما يعتمد على جوجل ويوتيوب في التعلم وما يسألش كده اي حد بسهولة وحاجات كده فيه عاجة كتيرة عايزين نتكلم معكم فيها فعلا وهي ديت يعني يقدر نقول برضو من قدر من الاهداف اللي احنا عايزين نغير افكار كتير جدا في المال الناس كتير جدا محتاجة لها تتزبط فعلا لان المجال فعلا تدخل في الناس كتير وضيف حد ذاتها مش مشكلة وقدر المشكلة للناس ديت احيانا يعني بتبوز شكله ممكن بقصد وممكن بغير قصد فعلا نحاول احنا نصلح المشكلة دي كلها ونحاول ان شاء الله اللي احنا نقدم دايما سواء كويسة في الجيوب ولكل الناس اللي حابة تتعلم ودايما نلتقى على الخير ان شاء الله ونشوفك على خير وإذن الله شكرا